في فيديو النهاردة هقول لك ازاي تقدر تعمل تصحيح الوان للفيديو بتاعك ببرنامج دافنشي بخطوتين بس. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هقول لك ازاي تقدر تعمل تصحيح الوان للفيديو بتاعك بخطوتين بس. بدل ما احنا كنا بنزبط والشادوز احنا بضغطتين زرار بس هنصحح الوان ونزبط ما فيش بس غير ان انت هتزبط يعني ثلاث خطوات مش خطوتين. اين كانت الخطوات فالطريقة نفسها سهلة كده. لو جينا هنا عند وراحنا عند هنلاقي هنا ان عندنا حاجة زي القطارة كده بيقولك ان انت تختار بيها فانت تيجي ضغط عليها وتيجي مختار على سبيل المسال الحتة دي فان يضغطين عليها. من خلال ان انت خدت من القطارة دي وراحت عندي نقطة صودة وضغطت عليها. معنى كده هو عارف ان انت عايز دياتي تبقى اغمق نقطة في الفريم. طيب نفس الفكر لو رحنا هنا عندي الجين اللي هي المفروض هنلاقي هنا بيقولك اختار نقطة بيضة. فانا حاجة واخدها. ونيجي رايحين هنا فلنفترض ان دي نقطة بيضة. ونيجي ضغطين عليها. هو رفع الجين او لحد ما تكون النقطة دي نقطة بيضة مية في المية. ولكن هنا النقطة دي مش بيضة مية في المية. لان دي اضاءة فهي يعني برضو خافتة الى حد ما. فهنا ممكن نعلي الجين شويتين تلاتة. انا شايف ان كده كويس جدا. ومن هنا انت مش محتاج تصح الالوان. لان هو من خلال تعرفه على النقطة البيضة هو عارف ان دي النقطة البيضة الاصلي في الفيديو. فهو هنا عمل خطوتين مع بعض. زبط وفي نفس الوقت عارف ان دي النقطة البيضة فعمل في نفس الخطوة. جميل جدا. نفس الفكرة برضو تعالوا نطبقها في الفيديو ده. لو جينا هنا عند برضو واختارنا وضغطنا قربنا للنقطة سودة. نروح لل ونيضغطين على النقطة دي منهم مفترض انها تكون النقطة السودة. ونيجي رايحين للجين ونيجي مختارين بتاعت النقطة البيضة وان نفترض ان السماء دي هتبقى بيضة صافي. فهي ضغطين عليها. هو كده عمل تصحيح للالوان كل يعني انت كان مش محتاج تعمل حاجة لان انت بس انا ممكن نعلي شوية كده. بس كده. كده هو عمل تصحيح للالوان من حيث الاضاقة. وزبط ما بقاش غير عليك ان انت تزبط وبالفعل احنا زبطنا فدي كانت طريقة سهلة جدا من خطوطين ان انت تصحح الوان الفيديو من حيث ان تختار اسود نقطة في الفريم وابيض نقطة في الفريم. والبرنامج بيتعرف ان دي النقطة السودة ودي النقطة البيضة. فبالتالي بيستريتش الاضاقة بحيث ان هي تكون الاضاقة متزبطة زي ما انت قلت له. كمان برضو بيعمل خطوة زيادة وان هو بيزبط عن طريق ان انت لما بتختار من الجين النقطة البيضة فهو بيتعرف ان دي النقطة البيضة زي ما انت قلت له. فهو بيجي عمل خطوة تانية بقى زيادة ان هو يزبط من خلال النقطة اللي انت ديتها له. اللي هي النقطة البيضة. ومن الاخر ما بيبقاش عليه غير ان انت تزود سنة كده انت عملت فعلا تصحيح الوان للفيديو. وابس كده دي طريقة سهلة جدا ممكن تعمل بها تصحيح الوان للفيديو. فبس كده. خيرا لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وما تنساش تشترك في القناة. ولو فيه اي استفسار سببنا استفسارك تحت في كومنتاته ان شاء الله نجاوب عليه. وممكن تتواصل معي على حساب الشخص على انستجرام. حسبولكم في اللينك تحت في الوصف. وبس كده. السلام عليكم. اشتركوا في القناة